هناك اجتمال الكابنت الاسرائيلي الذي سوف يدرس تفاصيل العمليتين ولكن ايضا مآلاتها وماذا يجب على المنظومة الامنية والعسكرية الاسرائيلية فعله هذا الكابنت الاسرائيلي الذي ايضا هناك اشكالية كبيرة لانه لم يتم ابلاغ اعضاء الكابنت باختيال اسماعيل هنية وهذا طبعا لربما سوف يؤدي الى جلسة عاصفة جدا لماذا لا يتم ابلاغ الوزراء هذا يجب ان يتم اتخاذ القرار بالاجماع وما الى ذلك من السجلات اللي يحدث سياسيا لم يتم ابلاغه من من احمد من يمين اتنياهو وقالنت لم يتم ابلاغه من 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 يمين اتنياهو وقالنت لانه ليلة امس كان قالنت وبين يمين اتنياهو في وزارة الجيش طوال الليل وعندما حدفت عملية الاختيال لم يكن هناك تصويت حول عملية الاختيال الشيء الوحيد الذي حدف في الجلسة الاخيرة للكابنت الاسرائيلي نبيل كان الكلام بانه يجب ان يتم اتخاذ اجراءات قوية وذلك للرد على حزب الله ولكن موضوع هني يبدو لم يكن مطروحا ولذلك ونالك عدد من الوزراء الذين يعبروا عن استياءهم وعموما هذا تكرر مرة اخرى في السابق عندما ضربوا الحديدية يعني في ميناء الحديدية عندما تم ضربه من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي لم يتم ابلاغ وزراء الكابنت الا وبعدما اقلعت الطائرات هذا عموما سجال اسرائيلي تافه سوف يستمر بين وزراء يريدون مناصب ووزراء يريدون ان يعلموا كل شيء ووزراء يسربون للاعلام الاسرائيلي بشكل غير منصق ومن يمين يريد ضبط هذه الامور كلياتها وبالتالي هو يسعى الى ما يسمى بان يكون هو صاحب القرار الاول والنهائي ومعه جلند الذي هو ليس الان باحسن حال وعلاقة معه ولكن هذه قضية عسكرية بانتياز وبالتالي يجب دولته بها في المسألة سياسيا هناك تصريحات عالية وعلنية وكبيرة ومكبرة بموضوع اغتيال فؤاد شكر وهناك تكتم وصمت كبير جدا في قضية اسماعيل هنية رغم ان الطيران الحربي الاسرائيلي الذي قيل حسب التسريبات بان اربع طائرات اف خمسة وثلاثين احدى طائرات في العالم اربع طائرات هي التي قامت بضرب الضحي الجنوبية بثلاثة صواريخ يبدو ان ربما طائرة واحدة هي التي ضربت وطائرات الثالث كانت مرافقة بغض النظر ولكن هم يريدوا تضخين هذه المسألة بشكل كبير واضافة الى مصيرات واجهزة استطلاع وما الى بالك هي التي قامت بضرب الضحي الجنوبية ان في موضوع طهران لا يوجد هناك تسريبات لا احد يعلم ما الذي حدف هل كان طيران حربي اسرائيلي صاروخ موجه مصيرات عملي تفجير من الداخل لا احد يعلم ولا احد في اسرائيل يعني حتى من المحللين او الصحفيين الذي عنده اي معلومة حول هذا الموضوع وبالتالي هناك تكتم ولكن الجانب الاسرائيلي في اجتماع الكابنت يريد ان يعلم من اين سوف تأتي الضرب القادمة وطبعا الان احنا نتحدث عن طهران نتحدث عن بيروت نتحدث عن دمشق نتحدث عن اليمن ونتحدث عن بغداد هذه الخمس عواصم التي عمليا ايضا لربما هي التي ايضا سوف ترد على الجانب الاسرائيلي لانه لو كانت الضربة هي فقط لحزب الله يمكن ان يتم تدارك المسألة ولكن لان الضربة هي لحزب الله ولإيران ولحماس فهذا يعني بان كل المحور قد تعرض للضربة وبالتالي عليه ان يرد والرد اذا كان لشكر على سبيل المثال بعشرة صواريخ في حيفا مثلا فالان الرد يجب ان يكون من حزب الله ثلاثين صاروخ وابعد من حيفا وهذا طبعا يعني سوف يستغرق وقتا يعني حزب الله في السابق لم يتم الرد خلال ساعات ولا ايام يعني هو يأخذ وقته وهذا طبعا متعب جدا اكثر من الضربة نفسها القادمة التي تحدث طب هل نحن امام حرب شاملة مفتوحة ام ان نحن امام نهاية للحرب كلها هناك من يرى بان هذا الذي يحدث لن يؤدي الى حرب شاملة لا اسرائيل تريد حرب شاملة ولا ايران وهو عبارة عن ضربة مقابل ضربة ولكن الضربة الان سوف تكون قوية من محور البقاومة حيفا ومن بعد حيفا وترد الجانب الاسرائيلي وبالتالي يتم الوصول الى قرار مجلس الامن يتم انهاء الحرب الولايات المتحدة لا تريد سماع حروب في الشرق الاوسط وهي على شفى خطوات من الانتخابات الامريكية وهناك من يرى بان الامور وصلت الى الحرب المفتوحة اي رد فاعل من قبل حزب الله لن يرد عليه الا باضعافه في لبنان وبالتالي هذا سوف يفتح كرة من النار التي من الصعب ايقافها والتي سوف تكبر وتكبر وتكبر وتكبر